المشاهدين نتابع في هذه المحطة في مبادرة قوارب اللي أطلقت مجموعة من الحملات منها حملة دفا لمساعدة الأسر المحتاجة ويأتي ذلك طبعا من باب العونة التكافل التلاحم التعاضد ما بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد بتنطلق طبعا هذه المبادرات لمساعدة ومساعدة العائلات اللي فعلا بحاجة لمساعدة كل واحد فينا نعم يسعد لنا هذا صباح أن يكون معنا أزاد شمس متطوع في قوارب ورانين عبدالله أيضا متطوعة صباح الخير يعطيكم العافية صباح خير صباحكم سعاد صباحكم يعني شفناكم أزاد بمسافرياتها حمل الدفا لمساعدة العائلات اللي بحاجة بالفعل للمساعدة يعني بداية قوارب هي وسيط بين الناس اللي بتقدم المساعدة والمحتاج لها المساعدة قوارب العام 2022 اطلقنا حملة الدفع لمساعدة العائلات واللي من خلالها احنا قمنا بتجميع طرود غذائية صبات حرامات ملابس شتوية طواقي كفوف شماسي للأطفال قمنا بزيارات أولية لتجمعات في الجنوب الفلسطيني مسافريات وزورنا أربع تجمعات سكانها يفتقرون لأدنى مستويات المعيشة وحددنا موعد كان الموعد 19 شهر قبل كامل يوم لتوجهنا بهذه القافلة بالشراكة مع فريق الجحافل والدفاع المدني وبلدية رمالله وتوجهنا لهذه التجمعات لمساعدتها وتقديم اللازم يمكن قبل ما نحكي عن نوع المساعدات اللي انتم بتأدموها واللي بتبرعوا فيها أهل الخير ربما بشاركات مع مؤسسات أخرى لكن هون ما نحكي قدي صعب نوصل لهذه المناطق اليوم قوارب عم توصل لمناطق تندرج تحت مناطق مهمشة مناطق في مرمى المحتل مناطق يمكن كان صعب في كتير من الوقت انه نوصل لها فاليوم قوارب عم توصل لها عم توصل لهذه الناس صحيح احنا حاليا نوصل لهذه التجمعات في المناطق المهمشة عشان نلفز النظر الناس إلها عشان نركز الاهتمامات إلها لان احنا بعد كل مرة منروح منقدم مساعدات بعدين بوصلها مساعدات دولية والناس بيشوفوها أكتر فهذا ايش بصراحة كتير ببسطنا وهذه المناطق زي ما حكيت هي مناطق كتير بعيدة أو هي صعب ان الواحد يوصلها فعشان هيك احنا في عنا فريق الدفع الرباع الجحافل هم لهم الشكر ومساهمة انه بوصلونا بصراحة لهذه التجمعات ده بيشوفو أزاد انعكاس كمان هالمساعدات على بساطتها انجاز التعبير على هالفئات المستهدفة يعني هو بأكد على اللي حكيت زميل تيرانين هو الفكرة من القافلة هي تسليط الضوء على هالتجمعات صدقا يعني احنا هم بحاجة لأكثر من طرد وبحاجة لتمكين أكبر ولكن زيارتنا لهم هي تسليط الضوء عليهم فعلا احنا احنا اي تجمع قوارب بتكون بتزوره من خلال قافلة وبتعمل ضجة إعلامية فعلا المؤسسات المانحة ومؤسسات المجتمع الدولي بعدنا بتكون بزيارة هالتجمعات احنا بهاي القافلة استهدفنا أربع تجمعات منحكي عن طوبة مغاير العبيد المفجرة ركيز تجمعات أول مرة سمعنا فيها كلها فيما ساخريت طهد ناس عايش في مغر لليوم يعني مغاير العبيد اسمها هيك لأنهم عايشين في مغر واستهدفنا 28 عائلة أكتر من 130 فرد القافلة احنا بنشطل شهر عشان يوم أنت بتشوفي كم مجموعة كبيرة من الشباب والصبايا اللي بيشتغلوا على تجميع المساعدات عشان في يوم احنا نوزع هاي المساعدات وكمان بهمنا الأطفال يعني الأطفال بنعمل لهم زي ما تحكي نشاطات ترفيهية بنوزع عليهم ألعاب بالنسبة لهم حلو كتير أنه في ناس تيجي بتزورهم هذا إشي يعني مساند وأدي أنت عم بدخل الفرحة لقلوبهم عم أدي عم تبسطهم أدي عم بيحسوا حالهم أنه في ناس عم تهتم فيهم عم بتدور على شيء يفرحهم يمكن مهم كمان في هالجزء نحكي عن يعني أصعب الحالات اللي أنتوا اتعاملتوا معها لما قدمت لهم المساعدات بصراحة الأول إشيحنا حملتنا هي حملة دفع فهي قافلتنا كانت جزء من هاي الحملة فإحنا زودنا كل وسائل الدفع من جاكيتات صوبات حرامات وطوائي للعائلات وبصراحة إحنا بمجرد أنه إحنا فتنا عليهم شفنا وين يعيشوا زي ما حتى أزاد في مغاير وبصراحة الوضع صعب فلما إحنا نشوف البصمة على وجوههم على وجوه الأطفال فهذا إشي بصراحة كتير ببسطنا فهو صح صح هما بعيشوا في وضع سيء يعني يعني بعيشوا أدنى مستويات الأدنى مستوى مقاومات الحياة طبيعية اللي أي إنسان مفروض يعيشها صحيح صحيح فهذا الشيء أيضا محزن يعني أنا أنا بضيف عادل مؤلم صراحة في ناس لليوم ما زار الطبيب يعني في كبار بالسن وفي كمان صغار ما بعرفوا الشيء عن طبيب معهم مش زاروه فإحنا يعني كمان في إحدى القوافل في أغلب قوافلنا بيكون معنا مستشفى متنقل بيكون معنا أطباء متطوعين اللي بيقدموا فحوصات مجانية كمان بو يوم القوافلة وبيعملوا وبتأكدوا إنه إنه هم مش بحاجة لأخلين نقول أشياء طبية فالقوافل يسا بعد ما نرجع إحنا كمان منتابع مع هاي الحالات لكن بشوف إنه كمان بحاجة لليوم طبي ممكن يكون مجاني استسادف في هذه المناطق ذكرت إنه في عندكم شركاء كثير والتبرعات هذه من خلال شركات معينة كيف تفاعل من فترة لفترة في المناطق المختلفة بنحكي عن صيف بنحكي عن شتاب بنحكي عن احتياجات مختلفة كيف يشوفوا التفاعل؟ يعني الناس فيها خير وأحكي لك صراحة عن تجربتنا بثمان سنين في قوارب إحنا شعب عاطفي يعني لما نتكبس الدنيا وتصير مطر ننشر إنهم بدنا مساعدة الناس بتساعد يعني وقت الحرب لما يصير القصف الناس بتساعد إحنا شعب أكتر عاطفي وفيه فيه خير يعني منلاقي تجاوب كتير كبير من الناس بهاي الحملات الحمد لله الحمد لله هو بمجرد إحنا نعلن حملتنا ونحكي عنها بجينا اتصالات بجيضة برده يعني فيه ناس بدهم يساعدوا وهون خليني أشكر أنا بلدية رمالة لأنها وفرت لنا مكان نقدر نحط يعني ناخد عرّعات بالزبط ونشتغل علاقات بالزبط يعني زي ما حكى الزميلي أزاد إنه إحنا نطلع يوم بس إحنا الشغل بقعد شهر أعطيكم الفعال فيه الله يعافيك نحييكم نحيي كلما تقوي المتضوعات في القوارب والبتشرف على الحملات المختلفة أزاد شامس ورنين عبدالله شكرا جزيلا الله يصبحكم الخير شكرا جميع أعطيكم الفعال فيه ونحن معكم وإنما تكونوا نحن نكون معكم شكرا جدا يعني أنه نبرز هذا الجانب الإنساني العونة والفزعة طبعا وندعمهم سواء في الإعلام أو حتى ندعمهم بالدعوة دائما لدعم مثل هذه الحملات اللي بتقدم المساعدة والمساندة لأبناء شعبنا واللي هم فعلا بحاجة لوقوفنا إلى جانبهم